ماذا يقع في الرجاء والرجاء كان يطمح كل مكونات دي للرجاء أنها تكون حسن من هذا الشيء ماذا يقع في الرجاء والرجاء كالضم أجود العناصر في الوطولة الوطنية والنتائج ماشية ديك لكي انتظر الرجاء والجمهور الرجاء والمكونات دي للرجاء الرجاء كان منتظر منها تكون المسيرة دي لها موفقة لكن كرة القدم هي هذه ليست هناك معادلة تابتة الرجاء الآن هي في الدورة ستلعب الدورة الثامنة ثلاثة دي للانتصارات وتعادل هذه نتيجة ما كتعكش لا الترسان البشرية ولا الامكانات المتوفرة ولا الاستراتيجية اللي أعدها المكتب ولا نوعية الأطور التقنية اللي اشرفت عليها ولا ولا القاعدة الجماهرية العريضة اذا حينما تكون هاد الوصفة مكونة من كل هاد الامكانيات لا البشرية ولا المادية فيصعوب الجواب مباشرة باش نقول لك اشنو واقع في الرجاء لانه السؤال سهل ولكن الاجوبة عليه متعددة الفرع فيمكن لي نقلب الصورة ونقول لك او دي اشنو اللي يمطلوب باش فارق يكون في الرتبة متقدمة وفي وضعية جيدة من طبيعة الهال غد تكون الاجوبة بسهلة وهي توفير الامكانات المادية جلب اللاعبين جلب المدربين تسير محكام هاد الشيء را هو اللي يوقع في الرجاء كل شيء الرجاء اجابت عن هذه الاسئلة وما لكن مع الاسف الى رجعنا احتف المصار ديالك اصل هارش نجيد على انه راها 14 فرقات تقصات وبقات الرجاء هي وفرقات اخرى لي ما تقصاوش في الاخر هي اللي شاركوه في المربع في نصف النهاية نصف النهاية بمعنى انه شحان من فرقه مشات ولكن الفريق دراجة بقى في المقابلة الثانية لنصف النهاية فكنظن ان هذا مكسب وان كان مشي هو اننا لعبنا النهاية را من بعد من قبل ديالتزال التقيق را كانت الرجاء اهلا باش تلعب النهاية ولكن را كشفتو في رصيد الفريق جوجل الاصابات في المقابلة الاولى وبقى سبعة ديالتقيق وكيتمر كور جوجل الاصابات في سبعة ديالتقيق وبطريقة هي تشكوكية باش تقصات الرجاء من تأهيل لنهاية كأس العرش بماذا يفسروا هذا واش نقولو اللاعبين ديال الرجاء اضعف من اللاعبين الخصم واش تأطير التقنية اضعف من تأطير التقنية ديال اللاعبين الخصم واش الامكانات اللي توفرت للراجاء اقل من اللي كانت عند الفريق الخصم ما يمكنش فكتبقى ما نقلبوش على ما يشي جب نعلقو عليه الاقصاء ديال الرجاء ونقولو سوء الحظ رغم انه وارد ورغم انه ممكن في الحياة ولكن يمكن نقولك على انه الرجاء كجميع الاندية الكبيرة تكبو وكتسقط وكتخسر الى انه هاد الكبو ديال الرجاء طالت شيئا ما لخلفات ردود فعل متباينة متباينة لان هناك رجاوي حقيقي مشبع بالنتائج الايجابية وبالالقاب وبالحفلة الكبيرة والاعراص الكبيرة يؤمن بان هذه السنة الله في الحياة كلها او في كرة القدم بالخصوص وهناك الاخرون الذين لا اجدوا لهم وصفا الا انهم يبحثون على ان يبقى الرجاء في القمة صحيح هذا معقول ولكن راكا اللعب الكرة الكرة رافية الهزيمة تعادل خسران وانتصار ما يمكن لهاش دائما اي فارق وإلا ما تكون 16 فارقة في القسم اللول يكون فارق واحد انا غنجوبك بالسؤال اللي طرحتوه هو سؤال جوهاري الى كالاعتراف السؤال ديلكم بانه لاعبين احسن لاعبين في البطالة الوطنية انا كنسوول شكون جاب هذا اللاعبين الى كان المدربين كبار هم اللي كيني في الراجعة شكون جاب هذا المدربين الجواب بساطة انه جاب المدربين جابهم المكتب ويتنسيق مع هاد المدربين اللي اختاروا اللاعبين الممتازين اللي قلت يكينين المكتب نفد الطلبات ديال الاثور التقنية فبالله يعليك ما هو المطلوب من مكتب من غير هادش هو تهيئ الارضية هو تهيئ الجو الملائم واختيار الاثور التقنية الممتازة تغفير الامكانات المادية واختيار الترسانة البشرية هادش دالوا هاد المكتب فماذا يطلبوا من المكتب بالاضافة بش يكون حتى هو مزيان بحل الترسانة البشرية بحل اطور التقنية وهدي كليشيهات مستوردة ادارة تقنية ما هو دور الادارة التقنية في قانون الممارسة المغربية بالخصوص اعطيني مدير تقنية في البطولة الوطنية يقوم بمهامه كمدير تقنية لان المدير التقنية اشنا هو رماشيه غادي بدي الدخال والفهادي والفهادي المدير ما يقبلوش المدير التقني هو من يلزم كرسيه في مكتبين كبير ويخطط لمسيرة الفريق التقنية على مستوى القاعدة الهرم الى قمة الهرم من المدرسة الى الفريق الاول يعطيك استراتيجية يعطيك نمط العمل طريقة التعامل التقني في كل هاد المكونات باش تكون طريقة موحدة ويرسموا لك الاهداف على حسب ما تتوفر عليه من امكانات بشرية وبنية احتية وامكانات مالية على ضوء هاد شي يعطيك اقتراحات يقول لك ودي هنا هاد الرتبة في الخصوة توصل هاد الرتبة الى مكان اش غد تكون في هاد هاد العلاقة الجدلية ما بين الادارة التقنية والمدرب هي متعددة الحلقات المفقودة في بطولتنا الوطنية واعطيك انتلا واضحة على المستوى الوطني ما هو دور المدير التقني الوطني وعلاقته بالنمط التقني داخل المنتخبات الوطنية واعني بالمنتخبات الوطنية من اي كنز الى الفريق الاول حينما تصل الى الفريق الاولمبي تتوقف مهام المدير التقني فهذا ليس مدير تقني في المفهوم العالمي للإدارة التقنية المدير التقني هو الذي يشرف على الهرم الكوراوي من القاعدة الى القمة علش انا اعطيت هاد الفكرة واعطيتك هاد النموذج باش نوصل وهي انه رهما شي قاعدة تابتة وصحيحة مئة في المئة لابد من توفر مدير تقني ليس من السهولة ان تختار مدربا لفريق مدربا كبير لفريق كبير والدليل الدليل القاطع هو ان دائما الفريق يطلبوا النتائج تبعا للضغط الجماهيري اللي توقي يطلب النتائج فهل الضغط الجماهيري يفرض عليك ان تجرب جميع الوصفات السحرية باش تدير النتائج الايجابية منها اختيار مدري في المستوى فعلى طيلة هاد المدة اللي كينا الى ذكرت لك الاسماء فما قاديش تشك في مكانة اي مدري بدأ محمد فاخير بدأ البطولة والكاس وكان اهل الفريق لنهاية كاس العالم خدمنا عن دولار وليفسي البنزرتي البنزرتي سيبن شيخا سيبن شيخا روماو روماو كرول هاد الاسماء كلها من طينا ومن واحد النوع دي الكفاءة العالمية العالية اذن هاد الاختيار ولو كان بطريقة او باخرى فهو اختيار سليم وانا اعطيك ان سلامة هاد الاختيار على اشتفنات هناك العديد من سيارة ذاتية تصب واقول تصب على الرجاء حينما يكون الفريق الرجاء سيختار مدربا بوسائل متعددة الايميل الفاكس بطريقة مباشرة باليد وتكون هناك جلسات متعددة دي المكتب اولا يرسموا الاهداف ماذا نريد من هاد المدرب العلقاب الثلاثة كاس العرش البطولة والمنافسات القارية هاد هم الاهداف ثم مدرب يتمتع بوحدة شخصية قوية مع اللاعبين لانهم اللاعبين جيين من هنا ومن هنا ويستطعون ان ينسجموا داخل وسط وداخل قميص اسمه قميص الرجاء وهذه لا تتأتى لأي مدرب من كيفما كان ان يجعل القاعدة دي الانسجام قوية داخل المجموعة لانه المستوى متقارب دي اللاعبين كلهم جيدين صعب جدا ان تقود قافلة من اللاعبين كلهم من مستوى جد متقدم وليس هناك تفاوت بعيد لذلك تكون هاد الاختيارات دي المدرب بنية على هاد المقاييس الاتزام بهذا الاهداف شخصية قوية يعرف عمق الكرة الوطنية والكرة الافريقية ويعرف الضغط الجماهيري وقيمته وكيف يمتص هاد الضغط الجماهيري حينما تكون الاجابات فوق المعدل بكثير يتم حصر الاختيار بين هؤلاء المتقاربين فيكون الاختيار بناء على هاد المعطيات رشيد البوصيري هو واحد الرقم كان دائما أساسيا في المعادلة دي الرجاء وبالأخص في الجوانب التقنية من الأشياء اللي هي في الكون ولي هي في الحياة حينما يكون الانتصار فله آباء متعددون والحزيمة ما عندهش آب لقيطة تاوحد ما كيبغي يقول لديك رابنتي والهزيمة رابنتي ولي كيبه الانتصارات كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك رشيد البوصيري مشير هو جميع الذين مروا في ميدان كرة القدم وأفنوا وأعطوا وأبدعوا لم ينالوا جزاء حينما حاصرهم الزمن بالانتكاسة رشيد البوصيري من نورا المقابلة من قبل المقابلة ديال شباب الريف الحسيمة استقل أرتاح لأنه الآن رشيد البوصيري ليش فيه كمثلنا جميعا كلنا نعاني لأنه اللي يقى البدني كالضعاف والزمن كيف يفعله فعلته وفي الخريف لا بد الإنسان ما ينهر فرشيد البوصيري آمن بأنه خصوية تلفت صحته شوية ودبره غالس لا علاقة له بالرجاء الآن وما هو المشكل وما هو المشكل رشيد البوصيري ما جابش غير رشيد غير رشيد طوصي رشيد البوصيري رجاب العديد من الأسماء مثلا في اللاعبين من اللي كيقول لك المدرب أنا بغيت واحد لاعب مثلا بسلا ولا فطنجا ولا فتيطوان كيختاروا المدرب كيمشير رشيد البوصيري كيربط معها الاتصالات وكيقول له الرجاء وكذا 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 من اللي كيوصلوا المفاوضات المالية كييجي الرئيس وكيتفاوض على قدر الميزانية ديال الرجاء واشنو بغيت أعطي ولين هناك توابط شنو القيم من اللي بغيت صرف الرجاء دلعام باش تجيب بعض اللاعبين كيكون واحد الرقم كييتصرف فيه رئيس الفريق أما الواسيط والاتصالات اللي كيقوم رشيد البوصيري راه ولي كيما هالطريق لجميع الأشياء بتوجيه بتوجيه من المعني بالأمر اللي هو المدري في الاختيارات المدربين رشيد توصي بحل واحد الإنسان اللي عنده دراسة بالميدان كله ديال أسماء المدربين وكانت عنده اقتراحات من جملة اقتراحات ديال المكتب راكنت جتي معنا طريقة الجوشة الصباح من بعد الهزيمة ديال نصف نهاية كعس العرش وكانت الصراحات مختلفة العديد من الأسماء الطرحات وطرح منهم من جملتهم رشيد توصي وكان الاتفاق الغد على رشيد توصي وعيط علوه البوصيري قالوا لا يجلس معك الرئيس اجي اتصال مباشر فما هو الضرار ورشيد البوصيري قد ساهم فيجي المدربين آخرين قبل رشيد البوصيري وقبل هذا التاريخ بل في أيام خلت لا يمكن أن نقزم بها اسم ترأس الرجاء هو محمد بضريقة محمد بضريقة الذي أعطى أشياء كثيرة متميزة في رئاسته للرجاء كما سبقه الرؤساء السابقون وهو أضاف على ما جاء بالرؤساء هذا الرئيس محمد بضريقة أرخد الصلاحية من جميع عام بأنه هو المسؤول عن تكوين المكتب وأعطته كل أسماء اللي كانت حاضرة في لائحة المنخرطين الصلاحية باختيار أعضاء المكتب محمد بضريقة كشخص لا يمكن للإنسان أن يطرد وحد الحاجة ضرورية في الحياة وهي الاستشارة قد يستشير مع أي كان يتقو فيه ولكن أن يفرض عليه من طرف أي كان أن يعمل فلان ولا يعمل فلان فأنا حسب معرفتي بضريقة فهو أكبر من هذه القضية هل يقاس النجاح بالتشابك بالأيدي؟ هل يقاس النجاح بالانتقادات الخارجة عن الإطار للإحترام والاستماع للرأي الآخر؟ هل يقاس النجاح بتكسير الأبواب والزجاج؟ هل يقاس النجاح بإقصاء الرأي والرأي الآخر؟ هذه نماذج غير مقبولة في الرجاء الرجاء فريق كبير بتاريخه فريق كبير بإنجازاته فريق كبير برجالاته ومن هذا التاريخ وهذا الواقع يأخذ الرجاء قوته الآن حينما نناقش في الجمع العام ماذا نناقش إلا تقارير مالية وأدبية ويكون النقاش هادئا وتكون المداخلات هادئة لماذا؟ لأن كل المنخارطين يعيشون يوميا بجانب الرجاء فهم لا ينتظرون محطة الجمع العام للإطلاع على القضايا وبالأخص القضايا العاميقة أو المشاكل لتراتي الموسيم كاملة يكونون مصاحبين لها بحضورهم باستمرار في التدريب بمتابعة الفريق في الداخل الدربدة وخارج الدربدة وبالتالي فهم في غينا عن انتظار المحطة للجمع العام حينما نقول بأنه تكون هناك كولسة بالله يعليك في جميع المؤسسات كيف ما كانت سياسية رياضية أدبية تقافية كيف ما كانت ألا يمكن إعداد الجماعة من أجل تقارب وجهة النظر قبل اللقاء المباشر هذا شيء طبيعي أن نبحث عن تقارب وجهة النظر قبل أن نكون أمام الجميع وأن قبل أن نعرض القضية المعنية بالأمر للنقاش العلني أولا على معرفتي برشي التوصي معرفتي الشخصية أن تربيته وتكوينه وخلقه وعلمه وأقول علمه هو نموذجي في هذا الخصال ولد عائلة مربي قارم زيان كوين زيان علاقة بالناس علاقة دائما هي علاقة تنبعته من الاحترام المتبادل ما تم تداوله أنا أحيلك على أشياء عائلية أب مع أبنائه في بيته وداخل أسرته حينما يأتي أحد الأبناء بنتيجة مخيبة للأمال للأب ومجهود لدير معه فأنا أترك لك حرية اختيار تعامل معه من طرف أبي أعطى كل شيء للأب يكون العقاب يكون التحسيس يكون بضرورة تنبيه يكون هذه وقد ترتفع درجة النقاش ما بين الأب وأبنائه على حسبي قيمة الفشل فالفشل في شيء بسيط ليس هو الفشل وفي شيء كبير لذلك هذا المدرب حينما ينفعل ولكن في إطار الاحترام احترام الشخصية ديال المخاطب دياله لأنه إذا فقد هذا الاحترام ديال الشخصية تكون قدامه ما كيبقاش يسمع ليه واخي كيشوف فيه ولا ما كيسمع شو يصاب يكي تربعه وما أظن أنه مدرب بهتجريبة غدي يوصل للمخاطب دياله اللاعب دياله اللي كيعتبر ابنه أنه يوصل باش يجعل أمامه كهرم أصم ما كيسمعوش أنا ما كنقولش لك هذي غد تكون وهذي ما غد تكون أول ما كانت وردة قبل ما وردتش لنورش التوصيح أما في المستقبل فأظن أن قراءة الفينجان دياله المستقبل ليس من السهولة في ميدان كرة القدم وأقول لك كذب المنجمون ولو صداقه في قراءة المستقبل هذي القرار معا من غد تأخذ القرار هذي اللولا ثانيا ما هي أبعاد القرار هذي الحويجات بجوجهم وغيرهم خستك تراعيهم في اتخاذ القرار معا من غد تأخذ القرار في الكورة خستك تأخذهم مع الليداروك رئيس اللي هم المنخريطين إذا أخت قرارا خارج هذي الدائرة فأنت مخطئ قانونيا أنت مخطئ لأن اللي أعطوك المسؤولية ومن المنخريطين هذي كبرلمان الفريق يجب أن تعود إليهم لمناقشة قرارك واختراحك الذي تقترحوه أنني يبغي نمشي هو ما غديقولك سير أولا لأنه رأى مسؤولية هذه علش القانون كي يعطيك واحد لمدة دي المسؤولية خستك تحترمها إلا جيتي قبل منها كي يبقى القرار ماشي ديالك ديال البرلمان ديال الفريق اللي دارك لذلك إلا كانت القرارات اللي خدمت قبل تراجع عنها فنظرا لاحترامه للدوابط القانونية والمرجعية الأساسية لخصص رعيها في اتخاذ القرارات أما الآن فهو يضع الاقتراح ديال الجمع العام والقرار اللي اخضاه باش يدار الجمع العام ستنا إفستا يونير هو قرار حكيم عطال وقت للناس اللي يعنيهم الأمر باش يهي وهذا الرئيس اللي بغين يجي للرجاء لأن الرجاء رماشي أي فريق اللي هما المنخريطين هما بنحقهم هما اللي غادين يختاروا الرئيس ديال المستقبل أعطال وقت الكتابة دياله ديال نادي باش المختلف الأقصام دياله المالية والإدارية باش تهيئ التقارير ديالها أعطال وقت المنخريطين باش يجدون الخراطات ديالهم باش يكونوا قانونيين في الجمع العام ديال الستيونير اللي ندخل موسيم جديد من بعد الأول فاتح جونبي إدن هاد التاريخ عنده معطيات دياله وعنده حكمة فيه متعددة باش الرجاء ما توقعش تمشي إلى المجهول خصا انتهى رئيس الرجاء ما كتنتهيش مشى رئيس الرجاء ما كتمشيش استمرارية ديال الرجاء خصا توقع ويتهيئ لها رئيس ديالها في المستوى ديال الرجاء هذا الشيء لاش تختارت هاد المدة الكافية للاختيارات باش تكون مبنية على أسس تساوي قيمة الرجاء الآن المرحلة اللي كتفصلنا على الجمع العام السيتنائي هي قصيرة ومالفروض أن الرجاء تلعب فيها تمنيها ديال المقابلات باش تسالي لالي باش تسالي الشطر الأول من البطولة الرجاء الآن في حاجة إلى التئام جميع مكونات الرجاء في حاجة إلى دعم الجماهير ديالها اللي هي ما بخلاتش عليها بالدعم ديالها داخل ضربدة أو خارج ضربدة الرجاء الحاجة الآن في حاجة الآن إلى مناخ سليم وانا أعني ما أقول مناخ سليم باش يتنقص الضغط على اللعبة باش يتنقص الضغط على الأطور التقنية باش نشوفو ما بعد سليونير هو اللي كينتظر المحطة اللي غدا تحسم في مصير المستقبل ديال الرجاء أما قبل جامع الجميع أن يتحلى بشوي ديال السمر وأن يتحلى بمحبة خالصة للرجاء باش الرجاء تعطي أكتر ما يمكن من النتائج الإيجابية فاتمنة ديال المقابلات ليس لصالح فلان أو فرتلان وإنما لصالح الرجاء ولصالح هذا المجموعة الرجوية الآن اللي هي في حاجة إلى بالدفء الإحساس بالدفء والإحساس برفع المعنويات وليس بالقد والانتقادات وهي تكالعرض للناس فهذا ماشي ماشي من الرجويين اللي معروفين محبتهم الخالصة للرجاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر